السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه وحشتونا جدا رجعنا بجولات تاني احنا عملوكم النهاردة جولات في وسط البلد هنشوف مع بعض ملابس الشتاء عشرين تلاتة وعشرين احنا يعتبر دلوقتي واحد اتنين يعني فيه تصفيات هنروح نشوف الموديلات والستيلات في وسط البلد وكمان هنقول لكم على الاسعار وهنوريكم حاجات كتير كتير فخلكوا معين ويلا مع بعض ده اول محل احنا دخلناه الدرس ده كان عاجبني قوي وكان فيه منه الوان كتير احنا بصوا بنلف محل محل وبعد كده بنقرر هنختار ايه وكمان جلناك هتعايزة تشتري جاكت طويل فاحنا دخلنا ده اول محل كان فيه استيلات كتير فاحنا بصورناش هلنا ايه حاجات قليلة كده اللي بنعرف نصوره بنقدر نصوره بنصوره بس هما بصراحة بص البلد محترمين جدا ويعني لو صورنا او حاجة مفيش حد بيعترض بالعكس ده بيفرحوا اولا ما نصور معي فمشينا كده بقى احنا بصور لكم كل حاجة دخلنا المحل ده بصوا جاكت ده كان عاجب جلنا قوي هتقيسوا دلوقتي خليكم معينا وهوروركم وهي لما تقيسوا واتفرجنا حاجات تانية برضو دي جاكت قصيرة كده دي جاكت يعني تونزيت المهم اللي انتو شايفينه المهم المحل ده كان صوري بس مليان بقى جوكت جامدة ومليان استيلات وحدات حلوة دي كانت موديلات عشرين تلاتة وعشرين بس زي ما قلتلكم الشيطة السنة دي كان مدية قصيرة وخصوصا ان العيد دخل علينا فهينزلوا الملابس في سنة عشرين تلاتة وعشرين السنة دي بدري الموديلات هتنزل بدري الجاكت اهو اللي كان عاجب جنة ده في منه اروان برده كتير الجاكت ده في منه الزيتي وفي منه البني الغامق وفي البينك هي اخترت اللون ده بس قلولي ايه رأيكم في الكومنت وعاجب جنة اوي مبسوطة باوي اهو واللون ده هي خديق يعني اخترته وخديته فقلولي ايه رأيكم هو منفوس شوي عشان هي لابسة تحت هدون كتير بتحب الجوكت الطويلة اهو وكان في الجاكت ده برده الجاكت ده ده بالفيس ناحية فرو والفيس التاني جلد بس جامد وفي منه برده كل الالوين والجاكت اللي هو لونه ابيض ده برده جميل اوي في الوانه كلها يعني ايه حاجة احنا بنورها لكم في منها الوان كتير جدا بس ودي برده كتعجب جنة قالت اخدها البسة على جيبة حلوة اوي اللي كانت في ايدها دي بس كان مفيش منها الوين ده بقى الجاكت اللي هو الفرو اللي هي مسكادة البينك كان في منه الوان برده كان فيه الرصاصي اللي هو البينك اللي انتو شفتوه ده وكان فيه ميز زيتي برده اللي هي مسكادة برده كان عاجبها اوي ما كانش في منه الوين ده جميل خالص اللي جاكت ده كان عاجب جنة اوي برده مفيش منه ولا الابيض بس والجاكت اللي هو الجلدي ده حلوة اوي كان عاجب جنة احنا بصو هنوروكم الموديلات بقى وكل واحد وزوقه فانتو اختاروا اللي يعجبكو اكتبوه برده في الكومنت بتقولونا ايه رأيكو اختاروا مع جنة ما عنيش بقى انا عندي برد مسكومة وعندي برد ربنا يسطوره بصو برضو هوريكو باقي الموديلات اهو فيه تصفيات جامدة في وسط البلد بس عايز اقولكو على حيجة اني حاسة ان السنة دي الاسعار هاي شوية ومقفورة اوي كلكوا عارفين طبعا ازمة الدولار وكده فهمهم غالينة عشان تقريبا عشان كده الاسعار السنة كانت وحشة اوي في وسط البلد كانت اسعار يعني مش في متناول الجميع زي ما انتو عارفين احنا نزلنا مرة قبل كده في اول الشتة كانت الاسعار وحشة اوي دلوقتي فيه تخفيض بس مش اللي هو مش تخفيض جامد التخفيضات بقى هينزل تخفيض تاني انا بقول لكم بقى الحقيقة التخفيض ده هينزل في قبل نص اثنين يعني في اخر الاجازة اخر الاجازة بتاعت نص السنة دي هينزل تخفيض تاني وهينزلوا عشان خلص هيشيلوا حاجات الشتوي وهيحطوا صيفي لان انتو عارفين في العيد ان شاء الله هيجي في الصيف المهم بالوقتي احنا كنا وصلنا لشرع قصر النيل انا رفنا شوية ورا دلوقتي احنا في شرع بقى ايه قصر النيل كنا في شرع طلعت حرب والشرع التاني فاحنا وصلنا لشرع قصر النيل فكت جاعنا بقى انا وجلنا قلت لها ايه يلا يا جلنا نروح ناكل الاول وبعد كده ايه نلف بقى براحتنا فروحنا عند مين عند جاد هنعد بقى الناحية التانية هنأكل عند جاد وبعد كده هنوريكم بقية الملابس فخليكم معينا لوصل لحد هنا لو ما عملش لايك عبر ما ناكل احنا بقى نزل وعملنا لايك ولي ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة كده يشترك زي العسل كده جلنا كانت بتختار من من يوم كانت راح اقلت لقى ايه انا هاكل شاورمة فقلت لها ميشي فبعدين ايه شامت راحت الفل والفلافل اللي بتقول لي ايه ماما انا عايز اكل طعمية انا مفيش من من يوم مكتوب طعمية فقلت لها انت فلافل مكتوب فلافل والله هتبدي حين وبعدين دخلنا المل ده او ده مش في شرع قصر النيل في شرع الجانيبي كده فالمل ده جامت برضه فيه شوات حاجات مستوردة يعني حاجات تحفر بس اسعاركم لا برضه هوا انا قلت لكم هوا فيه تخفضات بس مش التخفضات اللي في نملك انا بقول لكم بقى على الحقيقة بصوا احنا كان نفسي هنا نقول لكم بالاسعار انا روحت نسيت الاسعار يعني كنت عارفة اسعار كل حاجة اما روحت اتلغبطت ونسيت الاسعار مش عارفة الا لا في ده وهنوريكم بقى كده ازا ما قلت لكم يا جميع انا بصراحة صورت وانا بصور صورت بالطول المفروض عشان صور لليوتيوب بيكون وضع معين عشان يجيب لي الصورة واضحة فانا استغبت بقى وصورت كده بالطول ونسيت نسيت خالص ان انا مفروضة صور بطريقة تانية فمعالوش بقى سامحوني لو الصورة مش واضحة اوه عارفين الشوز دي بكم اعتنسي ده موالله العظيم ده مقاس 38 يعني مش البرايز بتاع الشوز ده بألف جنيه بألف الا خمسة تخيلوا بألف الا خمسة بس حاجة بقى محترمة بس بصراحة المول كان فيه استيلات حلوة قوي استيلات جامدة وكان فيه حاجات حلوة يعني هتنسب كل الازواء بصوا احنا هنورقوا الاستيلات كده بقى زي ما قلتلكم بقى كل واحد له زوءه فيه مثلا بيقول لو لا اختلاف الازواء لبارة السلع يعني كل واحد بقى له زوء مختلف عن التين وده برضو كانت جمع عايزة تشتريه فيه ازواء كده حلوة وفيه استيلات وموديلات كده جامدة بصراحة وسط البلد حلوة احنا بنحب نشتري منها الهدوم بتاعتنا على طول يعني اي حاجة بنشرب من وسط البلد انما البجامات بصراحة يعني هدوم البيتي بنشتريها من العتبة هو الفرق من وسط البلد العتبة شارع كده بندخله ونروح نشتري بقى الحاجات البيتي لانه بتبقى ارخص في العتبة بتبقى ارخصة عن وسط البلد بمروح يعني ممكن تكون النص كمان ممكن خمسين في المية بسو ده برضو المول كلعنا فوق اهو وكان فيه حاجات برضو حلوة بس ده انا مكنش عايزة زج بيتي كان في دماغها حاجات معينة فاحنا ايه ما صورناش قوي وبعدين احنا اصلا دخلنا محالات ومصورناش حاجات كتير وبدلنا بقى انتوا عارفين بقى في المحالات نفضل نلف ونشوف استيلات كتير فما كناش بنصور كنساعد بنكسل اهو يعني اللي حاجات ساعات كده نطلع تلكون يصور وساعات بقى نكسل وخلص مكنش عاملة حسابي اصلا ان انا ايه هعملكو الجولة دي في وسط البلد احنا كن نازلين عشان نشتري شوية حاجات كده وقلنا بقى نصور عشان نوري حبيبنا بقى الاستيلات بتاعت وسط البلد وده كامن اهو سامحوني علشان انا ما صورتش زي ما انا قلتلكو المفروض ان انا صور بوضع معين عشان اليوتيوب فصورت بالطول معانش بقى سامحون نازلة تاني عشان ما كاملتش بقى كرسي ايه رأيكو في الدريس ده كان عجبني اوي نازلة تاني ان شاء الله هصور لكم بقى تصوير جامي دلمرة الجاية هم قالوا لي هيبقى فيه تخفيض بعد 15 يوم فانا هنزل بعد 15 يوم بقى يكون فيه تخفيضات ما اشترناش بقت حاجتنا هشتري بقى بقى الحاجات اللي انا عايزة اشترينا يعني حاجات او حاجات لا فيخليكم عينة بقى ان شاء الله هننزل تاني وهوقول لكم بقى بالاسعار هقول لكم بالاسعار كل حاجات بسعرها كده وهنكون مزبطين يوم كده ومزبطين الدنيا وهقول لكم كل حاجات زي ما قلتلكم بالسعر بتاع دلوقتي كنت راحين نشتري شوز بصة هقول لكم برضو على الاسعار دلوقتي فيه محلات معينة فيه محلات هاي قوي وفيه محلات بصراحة عاملة تخفيض جان اخترت ده بصة ايه رأيكو فيه اخترت ده وانا اخترت التاني اهو ده بصراحة اصطدمت بسعر بتاعه يعني قليل 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 مية وخمسين جنيه نزل عليه تخفيض بمية وخمسين جنيه وكان بثلتمائة وخمسين نزل او بمية وخمسين اول ما شفته لان كنا شايفينه في اول الشتاء كان سعر تاني غير كده فهم نزلوا بقى تخفيضات اهو بص كل حاجة مكتوب عليها سعرها المحل ده بيبدأ من اول مية وثلاثين من اول مية وثلاثين لحد ده وثلاثين بقى لحد تلتمائة وخمسين وخمسين بس فيه حاجات جمدة بمية وثلاثين ومية وخمسين فيه حاجات حلوة انا بصراحة كنت يعني ده عجبني اوي الاسعار بتاعة الشوز عجبتني اوي كل حاجة بقى تعجبكو يعني كنوا راحت وزوقوا يعمل كده زوم هيجيب له السعر بتاعة انا حبيت اواروكم الاسطيلات اهو شايفيني الجزم اللي هي الارض دي بخمسين جنيه وفي حاجات بمية وخمسين وفي حاجات برضو بثلاثمية وخمسين كده ومتين وخمسين كل اي حد يعجبه اي استايل فزا ما انا قلتلكو ياخدو سكرينة وهيلاقي السعر موجود عليه تخدمهيش ما بلبسهيش فبخمسة وسبعين جنيه نزلنا عليها عرض بخمسة وسبعين جنيه مش معنى ان هي رخيصة ان هي وحشة او الماتيريا البتاعتها وحشة لأ بالعكس والله يعني الحال ده مشهور ومعروف ده في شرع قصر النيل وحكته حلو حكته ماركة يعني ومش اي كلين اهو والحاجات دي برضو الارض دي بنزلنا بخمسين جنيه في عروض كده تخيلوا البوت البوت في بوت بمية وخمسين جنيه تخيلوا في بوتات كده في اول الفاترينة بمية وخمسين لحد تلتونية وخمسين اهو في حاجات ارضي وحاجات يعني استيلات كتيرة جدا تناسب جميع الازواء الفاترينة التانية اللي بتمشي بناتي وصبيوني اللي جلنا اشترك منها التانية دي في كدشيات بناتي وصبيوني بول بس في حاجات حلوة بصراحة وهي دي الوحيدة اللي لقنا على تخفيض جامل اللي هو الشوز عليه تخفيضات جاملة والشونط برضو فيها تخفيضات بصوا الحاجات دي اهو بمية وخمسين دينا كل بقى كل واحد بقى وزوقه وعلى فكرة عايزة اقولوك على حاجة يعني يعني لو انتمش محتاجين حاجة انزلوا كمان اسبوع كده هتلاقوا الحاجات برضو ارخص لانها ينزلوا تخفيض تاني نزلوا تخفيضات تاني وفي اخير الاثنين ومس بقى جانة كانت بقى ايهو احنا مشين كده بتتفرج على لبس اللي هو السوري متع فين البنات بقى بيتمجازب للحاجات دي فايه رأيكم في الفستان اللي كان عاجبها اول على الملكان دا وده برضو جامل اول في فستان دا معانيتش بقى احنا مش مبينين الصورة او ومشينا برضو هنوركوا حاجات استايلات تاني استايلات جامدة برضو خليكم معانا احنا كده مشين اشترينا شوية حاجات من وسط البلد فهو احنا مشين كده في اخر شرع قصر النيل في كده معرض معرض وبعد المعرض دا بيودي على على اول العتبة كده فاحنا دخل رحنا بقى على العتبة هنوركوا برضو حاجات اشتريناها من هناك ده احنا كده لسه في وسط البلد دي العباية الاستقبال دي جامدة حلوة قوي سوري ودي برضو ترنجات نازل على تخفيض فحاجات جميلة بصراحة احنا لسه دلوقت في وسط البلد يعني هنلسه موجودين في وسط البلد زي ما قلتلكم اشترينا حاجاتنا كلها والحاجات اللي احنا محتاجينها هو لما روح ان شاء الله هبقى ورقوا الحاجات اللي احنا اشتريناها هبقى خلي الجنة ورقوا الحاجات اللي احنا اشتريناها ولقينا المحل ده برضو محل كده بتاع العرايس الحاجات دي بتتحطى على باب الشقة بتاع العروسة مكتوب عليها لوم مبارك وفي بقى الورد تشكيلة ورد تحفة للعرايس والحاجات دي بتاعت كتب الكتاب من اديل كتب الكتاب والتاج بتاع العروسة وكان مليان حاجات كده جلنا بقى وفت تتفرج وتاخلات بقى صور بقى بالمجر حاجات جامدة بصراح حاجات تحفة ده احنا لسه كده موجودين برضو في وسط البلد وده كان عاجب جلنا برضو قوي روى الجاكت شوات عاجات حلوة بصراح معنش انو عندي برد بقى بس بقى احنا كده بقى دخلنا فين دخلنا المول اللي بقى قلنا نروح مول القدس اللي هو في العتبة دا هو ده فعلا نعمل تاخدات جامدة بقى الحاجات هناك حلوة جلنا كتعايزة تشتري شوية تشارتات وحاجات يعني فقلنا نروح المول نجيبها من هناك وقالت هجيب جيبها ورد فقلنا فالجيبة دي كانت حلوة وفيه جيبات بقى طلع بقى اللي هي كاروشها واسع قوي دي جلنا جابت منها وفيه الجواكت دي دخلوا الجاكت ده نزل ل190 جنيه من 250 من 190 وفيه ده وردو حلو قوي مول القدس فيه شوية محلات منازلين تاخدات جامدة لانه بيبيع بسعر الجملة فيه ده برضو اهو ده في مول القدس بص العباية دي كانت عجبين اللي هي اللي في النص دي اللعباية برضو اسعارها حلوة قوي وهينزل تخفضات تاني اللعباية اللي انا قلتلكوا عليها دي اللي كانت عجبيني كانت عاملة 250 جنيه اللي هي دي اخت دي بس وفيه منها اشكال كتير يعني نفس الفكرة فيه منها اشكال كتير والخمة بتاعتها حلوة قوي هي شتوي المول بقى مليان عبايات مليان حاجات يعني اللي بيتجهز يروح مول القدس هيتلع بقى مبسوط جدا هيجيب العبايات بقى صعر حلو دي 120 اهو فيه حاجات زي كده 120 وفيه حاجات ب180 جنيه اللي هي في الاول دي وفيه الوانها كلها وفيه حاجات يا مش وحشانة حلوة وفيه لحد 200 وعشرين وقالوا هننزل تخفضات تاني بسوا دي بقى اللي هي الطايجر دي ومشيتها كتعجباني قوي وفيه منها بقى ردوا الوان بتاعتها وبكده جماعة وصلنا لاخر حلقتنا ننزلين تاني ان شاء الله عشان ما جبناش كل حاجة جبنا حاجات معينة ما تنسوش تحطونا اشتراك وتابعونا وفعلوا الجرد